نستقبل أول مكالمة معنا اتصال من إدير أهلا وسهلا بك مرحبا كل عام تب خير وعليكم سيد الشيخ أهلا وسهلا بك مرحبا أعلموا من تسمع في أمريح يا خبورة نعم نسمعوا وكتفضل أعطينا السؤال لأول سيد الشيخ تكلمني عن إهترنبال مدى بنا زيدون طرحوا لآخر مرة سيد الشيخ شوفها سيد الشيخ وقت عبد الرحمن شيبان الله يرحمه يقول يودي يقول كتكونوا نصليوا مع الإمام وقرأوا التيني والزيتوني يقول عبد الرحمن شيبان الله يرحمه في آخر آية هذيك اللي يقول هالإمام بالنحلو على ذلك من الشهيدين أو يقول نقولوا بالنحلو على ذلك من الشهيدين تنصح سيد الشيخ أنا ما عنديش معلومات الكافية إلا نقولها في اللازمات إلا ولا في الفرد وأنا بالك أوجد من ضربك مثال دعاء القنوة هم يدير وفيه دعاء تانية دعاء القنوة كي يقول إمام يصلي بنا صح أنا واش همنيه همني كي يكون يصلي بنا الإمام لعيشة أو للمغرب نفهم سيد الشيخ نعم 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 ونضربك مثال وقت فضان حوشي الله يرحمه كي كان يصلي بنا الإمام كاش مغرب و لعيشة كي كان يدير دعاء و احنا نقولوا آمن بدأ بنسل الشيخ سؤالوا إلا نقولوا بالنحلو على ذلك من الشهيدين كي قال إمام و التني وزيتون كيف فتجعر حسنا الله الحمد لله السلام على رسول الله سؤال الأول بعد سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين فعلا أنا ذكرت في الجواب الماضية أن من الشيوخ أو من المفسرين من يذكر بعد هذه اللفظة مباشرة بلا بلا هي جواب بالإثبات بالإيجاب بعد سؤال مسبوق بنفي هذا من حيث اللغة العربية أليس الأهمزة هذه أداة استفسار أليس الله بأحكم الحاكمين يعني نفي مسبوق يعني استفسار منفي هكذا استفسار منفي سؤال مبني مؤسس على النفي فلإثبات الصفة لله تعالى وهو الحاكم هي يقول الإنسان بلا ألم أنهاك عن هذا تقول بلا ألم أقول لك ذلك تقول بلا فالجواب لا لأن المتقل قلت لك بالأمس كذا نعم هذا نعم جواب إيجابي فبلا إيجابي بالنسبة لكل سؤال مسبوق بنفي هذا أليس الله بأحكم الحاكمين نقول بلا نقول بلا في سورة القيامة أيضا الخاتمة بسؤال منفي أيضا هناك من يقول بلا ونحن على الملك من الشهدين والله تعالى إن لا تزيد شهادتنا في صدقه وفي تأكيد حقيقة مثبتة قرآنا وسنة وكونا له سبحانه وتعالى وهي الحاكمية يعني الله تعالى هو الحاكم فقضية الصلاة الفرض لا يجوز بحال من الأحوال أن نزيد في صلاتنا على غير المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعريف الذي اتفق عليه الذين درسوا القرآن وعلوم القرآن هو القرآن السنة نفسها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان حديثا قدسيا لم يتعبد بتلاوته فكيف ندخل في عبادتنا ما ليس محل تعبد به فلا ندخله أما في النفل فالباب مفتوح قلت أيضا في الجواب إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه إنه كان حين يقرأ القرآن خاصة في الصلاة النفلي أو في القراءة من غير صلاة كلما وصل إلى آية تطلب الاستغفار يستغفر آية توحد الله وحد آية تعظم الله يعني رد فعالي تأثري لما يقرأه من القرآن الكريم الله فهذا أما في الفرض لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس المغرب أو العشاء أو السبح يعني هذه الصلاة الجهرية وأدخل في الصلاة ما ليس منها كهذه قلت بالاء ونحن ذلك من الشاهدين إلى غير نعم والله أعلم أيضا يتحدث هذا بالنسبة للدعاء الدعاء قلت أما الدعاء أثناء الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كليل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة